ده ليه حمدي بقى كان نجم المباراة من وجهة ناصر يعني انا شايف حقيقة امبرح انه حمدي فتحي والتطور اللي حصل مش على مستوى لانه مستوى حمدي يعني انا مشفتش مباراة حمدي فتحي حسيت فيها انه مستوى ليل الولد ده لما مستوى بينزل بيبقى كويس يعني ما شفتولوش مطش وحش لكن اللي شفته امبرح من حمدي فتحي وشفته قبل كده منه في مطش سموحة وارجع بالزاكرة كده لمطش سموحة وشوف تطور الدور اللي بيلعبه حمدي فتحي عمله قبل كده السلية وعمله قبل كده ديانج لكن امبرح حمدي عمل فارق كبير جدا في سيطرة الاهلي على نص الملعب وفي خطورة النادي الاهلي على مرمى المنافس يعني لما تبص للتلات اهداف وياريت نبتدي بالهدف الاول بتاع كهرباء الكرة دي منتهى الصعوبة اسست مش ممكن يعني الاستقبال معلش ممكن نرجع سنة بسيطة في اللحظة اللي استقبل الكرة فيها على سدره حمدي فتحي الخيارات هنا قدام حمدي فتحي صعبة جدا لو قرر انه يلعبها برقل بواحدة من رجليه يعني لو قرر انه بعد ما استلم على سدره يشوت في الجون او يباصي في الكرة دي الكهرباء برجله الباكين بتاعنادي الزمالك هيكونوا اعراب للكرة وياخدوها قبل منه انه ياخدها على سدره وياخد خطوتين ويقرر انه يلعبها برأسه الكهرباء يا جماعة الاسست ده انا بقولكم فيه منتهى الصعوبة مش لعيبة كتير تقدر تعمل الكرة دي سباشالي لو كان لعيب دايرة يعني مش لعيب بوكس مش لعيب صندوق فالاسست ده رائع مستحيل صعب ما يتكررش لما يعمله حمدي فتحي لا يتحسبله بشكل كبير جدا تعالوا نشوف الجون التاني عجبني ايه واحنا بتفاجع الجون الكهرباء بس لقطة كهرباء وهو خالج من الملعب بيقول لشريف انت هتجيب جون هارجع لللقطة دي ده الجون التاني بص حمدي فتحي مكمل فين تواجهة حمدي فتحي طبعا الكرة فيها توفيق كبير جدا لانها خبطت في حمدي وبعدين خبطت اعتقد ده مش عارف كان مين الزناري او حد يعني من بكات الزمالك ورجعت لحمدي خبطت في رجبته وراحت لشريف وشريف كان جاهز فخلص الكرة لكن تواجهة حمدي هنا في المنطقة لو حمدي ماكملش الجون مش موجود يعني عشان فيه ناس بتحسبها مش اسست فيه ناس بتحسبها انه لا الكرة فيها دربكة او فيها توفيق انها خبطت ورجعت وخبطت مرة تانية هي عدت معرفش وقفها خبطت في رجل بكات الزمالك ورجعت خبطت في رجبة حمدي فتحي وتصلحت لشريف لكن لو حمدي اساسا ماكملش في الحتة دي واستنى العرضية من حسين الشحات ماكانش الجون بقى موجود اساس فتكملت حمدي هنا حتى لو ماستلامش بشكل كويس وماصلحش الكرة عن قصد لمحمد شريف هي اللي صنعت الفرق في الجول الهدف التالت هو واحدة من اجمل لقطات المباراة سواء في السبرينت اللي قطعه حمدي فتحي او في الطولية اللي لعبها أليو ديانج او في التصليحة بتاعت حمدي المعلول او في عرضية معلول اللي ملعبهاش يعني يلا هي وحظها ده شايف شريف ولعبها على الارض وشريف متحرك لها خطوتين قبل ما معلول يلعبها جملة لو متفقين عليها مش هتحصل في الملعب كده يعني الجملة دي لو هما متفقين يلعبوها بالشكل كده من اول باست ديانج الطولي وتحرك حمدي فتحي اللي ضرب به خط ادفاع نادي الزمالك وتحرك معلول لحمدي فتحي اللي هيقلو الكورة فلعبها وراء في ظهر شريف وشريف يتحرك لها الخطوتين ويفنش بالشكل ده ولا أجمل ولا أروع لا كورة عالمية وهدف عالمي وجيم عالمي اللي يعبو النادي الأهلي مبارح فرح به جماهيره هزيمة ثقيلة على الزمالك في توقيت حالي قد اشتركوا في القناة